لا ما أنا أقصد مش أتجوز ليه؟ يعني كده كده أنا متجوزتش مش أتجوز يعني أنا تمام إيه صعب الست تستحمله فيك؟ أنا كل دي أنا بقى بتاع الفي اوز يعني وقوي من المشهب بتاع الشغلانة دي مش شغلانتنا ومش شبهنا هم ناس بيشتغلوا بشكل معين لايف ستايل معين هم عايشينه مش بتاعي مش شبهنا في حد كان كتب يقول أنا حاس إن أنا بتفرج على فيلم تسجيلي فرح قلبي جدا 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 خصيلة عملتها أمينة عملة بلبلة أهلا بيكو في حلقة جديدة من خيمة وان تيك النهاردة يعني معايا حد هو عارف قديه هو غالي عندي جدا هقدمه باسم الشخصية آدم النجم محمد شهين حبيبي عز مناور مبروك الهرشة السبعة يعني مش عارف أقولك إيه أكتر من كل مصر تقامد في راجعة المسلسل الحمد لله إنت شعورك إيه بالنجاح ده كل مبسوط إلى أقصى درجة يعني مبسوط جدا 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 أنا مبسوط قوي في آدم عارف في إيه بصراحة إن هو شبهنا جدا يعني مش الراجل الفيت زيادة عن اللزوم فاهم أصبت مش الراجل الوسامة الخارقة يعني أنا آدم نجح قوي لأن هو بيروح الجم ساعته يبطل يطلع له كرش ساعته يخيس طبيعا كل الناس بتعمله طريبا قصدي كده كله حاجات كلها حقيقية كلام الحوار العلاقات الغضب الفرح كلها كلها حقيقية الزيرو ميك أب أحيانا للبنات آه يعني هو عادي أنا بيقول لك يا فيه ناس يعني فيه حد كان كتب بيقول أنا حاس إن أنا بتفرج على فيلم تسجيلي يعني الناس دول ناس حقيقين حطلهم كاميرا يعني عشان نشوفهم وهما بيتكلموا عادي يعني ده بقى بص بقى فرح قلبي جدا 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 وحسيت قدين الناس حسوا اللي إحنا بنعمله شفت أمينة خليل إزاي لأن أعتقد يعني هجوم الناس على ندين أو خب الناس لنادين ده نجاح لأمينة خليل بس فكرة إن الناس بتتكلم عن الشخصية اللي عملتها أمينة ندين عاملة بلبلة يعني فكده أمينة عملت شخصية صح ماس كالكتر من أولو الأخر لو أنت متجوز واحدة زي ندين كنت هتعمل إيه كمحمد شهين لا أنا عاصل مش هتجوز ليه؟ يعني كده كده أنا متجوزتش مش هتجوز يعني أنا تمام ده بصعب الهاشة السابعة؟ لا من أقلق لا كبير تعوي ده لا ليه لسا يا أهلا وسهلا يعني أنت موقفك من الجواز ثابت من قبل المسلسل وبعد اللي شفته في المسلسل وبعد اللي عاشته في المسلسل أنا عادي لسا مجوزتش أنا عادي لسا مجوزتش بس ما بتفكرش تتجوز حتى طولت؟ طمانتيني على نفسي ده أنا إن شاء الله في الطريدة لا يا عمي أنا أجبر منك ده أنا عندي مبدأ مش هتجوز يعني لا لا عادي أفرح في أبيك أصلا طه تسوي كان معنا هنا في جينجر وبنعمل معه لقاء عن نجاحه الكبير في السفرة أيوة وقال إن الهرشة السابعة ما خوفنيش من الجواز طبعا عنده حق لا يخوفه من الجواز ليه؟ يعني يعني هو إيه اللي حاصل يخليه خاف من الجواز لا هو بلعك ده هو يجي ويتفرج ويشوف إن دي الحاجات السلبية اللي موجودة أو الحاجات اللي ماينفعش يتحصل والحاجات الغلط وبعدين ما تحكمش من دلوقتي لازم تخلص الحاجات وعكها تحكم هيفكر إنه هو لما يجي يتجوز إنه إزاي يعدي الحاجات دي إزاي لو هو بيحب البنت اللي بيحبها وهي بتحبه وخلاص عايزين يكملوا مع بعض حياته ومختاروا بعض خلاص هيفكروا مليون مرة إنه هم هم دلوقتي شايفين بتاعه الموضوع من برة أنا مشكلتي بقى إن أنا متأكد جدا عن قناعة شخصية إن اللي مش عايزي تجوز بيبقى شايف الجواز صح مشكلة والله العظيم تلاتة أنا متأكد من ده لا عقدة بسبب واحدة ولا رغبة شخصية ولا حاجة هو اللي مش عايزي تجوز بيبقى شايف الجواز كله من برة صح فمش عايزي تجوز مش فكرة إنه هو شايف الجواز كلهم أنا من يعني وبرضو زي ما قولنا مش كل واحد تفكيره زي التاني أنا كل الموضوع إنه أنا ما لقيتش اللي أنا قدر أكمل معاها حياتي مع بعض في نفس البيت عندي دي حاجة في نفس القول دي كمان دي حاجة أنا عندي حاجة كل واحد دي فاللي هيقتحم اللي هيقتحم اللي هيقتحم الحاجة دي يعني لازم تبقى مش بقوانين بس يعني لازم نبقى فهمين بعض ايه صعب الست تستحمله فيك؟ انا كل دي أنا كمشاهد لما عقد أتفرج على مشهد اتناشر دي أو نص ما بين اتنين أبطال في الكادر دي متحدد جدا لغيت لما بيقفل على علامة الغسالة كان ريسكي جدا إنه انتو تعملوا مشهد اتناشر دي رايح جاي واعتبر إنه هو ملخص المسلسل يعني اللي ما تفرجش على هرشة السابعة ممكن يتفرج على اتناشر ديئة دول ويكمل هرشة السابعة المشهد بهم هم من الاتنين بيسردوا التاريخ بتاعهم من الناس شاهده من أول الحلقات يعني لغيت لما وصلنا للحلقة التاسعة بمشايرهم تجاهه بكل حاجة وهم الاتنين يعني الجمل مش بترد على بعض كل واحد بيقول مشكلته بتاع المشهد بتاع الشغلانة دي مش شبهنا حسوا إن يعني مش حلوة الجملة عليهم لا طبعا مش شغلانتنا يعني مش شبهنا يعني هم ناس ما رحوش الحتة دي من الشغلانات هم ناس بيشتغلوا بشكل معين ليفستايل معين هم عايشينه فأي خلل حاصل بيحسوا بغرابة يعني دي مش بتاعتنا مش معنا كده دي إهانة ان دي حاجة وحشة مش بتاعتنا مش شبهنا يعني ما ينفعش إنها تشتغل اليوم كله هم مثلا عندهم طفلين يعني طفلين يعني اللي هو هتحطيهم هتحط عند ممطق عند مش عارف ممطي عند مش عارف مين ناني يعني لأ مش ده اللي كلهم خططنده سيمكن التعاطف مع عدم أكتر من نديم والله بس دي وجهات نظر والبشر مش زي بعض أكيد يعني كل واحد هيبقى متفق مع شخصية مش شخصيات علشان مبادئه علشان هو أفكاره عاملة كده أو هو بيعمل نفس اللي بتعمله الشخصية أو الحاجة الغالث اللي بتعمله الشخصية فشايف ما هو لأ ده غلط يعني أنا ما هي مش كده بتحب تفطل إيه بتحب تاكل إيف رمضان واجباتك المفضلة إيف رمضان أكل بسمك زي إيه يا إيل فطرت إيه في أول يوم رمضان مثلا أن أهلك كانوا عملينا الحاجات بقى لأيه الأوريانت اللي اللي هي يعني بامية ومروخية أنا بحبت طبعا مروخية ورز بشعرية وكوكو واللحمة ألف مليون مبروك وبتمنى لك كل سنة نجاح أكبر من التاني كل عملي بأنجح انت عوات أكبر شكرا جدا موزيق جميل شكرا جدا حبيب وكنت متعلك نزيزة حتى لو عايزت تسأل أسئلة لا خالص عملي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون في فرح محمد شهين إن شاء الله بعد بعمل بقى قناة إن شاء الله بالتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح حبيبي عزيزي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله